كتير من الناس بيتابعوا اخبار منجو بيض الشمس واللي بيعتبر من اغلى انواع المنجو على مستوى العالم واللي زعصته مؤخرا بسبب ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه ففين بيتم زراعته وايه سر سعره الخرافي للتفاصيل تابعونا بيعتبر المنجو من اكتر الفواكه المحبوبة في مصر والعالم واللي دخلت الى مصر في عهد محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة منذ 190 عام بعدما جلبها من الهند تنقص انفكهة المنجو لمئات الانواع والاحجام واغلى نوع من هذه الفكهة في العالم اسمه بيض الشمس او تاي نونو تماجو باليابانية واللي بيبلغ سعر الحبة الوحيدة منها حوالي 3744 دولار امريكي اي ما يعادل 61 الف جن مصري بيض الشمس عبارة عن نوع من البنجو بتجرى زراعته في مقطعة مياكو التي تقع في اليابان وتعد الاغلى في العالم كما يزرع هذا النوع ايضا في الهند بترجع سبب ارتفاع سعر الحبة الوحيدة من هذا النوع من المنجو الى هذه القيمة الفلكية الى طعمها فطعم بيض الشمس يعد خليط بين الاناناس وجوز الهند تمكن المزارعون اليابانيون من انتاج هذه النكهة النادرة من المنجو من خلال طريقة خاصة تعتمد على المراقبة المكثفة لها اسناء نموها فعلى سبيل المثال المحصول محاط بشبكة صغيرة تسمح لاشعة الشمس بضرب الجلد بطريقة موحدة لاعطائه شكله المستدير ولونه الاحمر اليقوتي وده اللي بيديله طبع وقيمة عالية بيضع المزارعون هناك ايضا وسادة واقية على الارض اسفل الاشجار لمنع الحاق اي اضرار بالثمار عندما تسقط من الاشجار على الارض بصرف النظر عن السعر الفلكي بتعتبر ثمرة بيض الشمس تخيرة جدا بسبب ما تمثله فهي علامة على الاحترام والتكريم فاليابانيون بيعتبرون انه عند اعطاء شخص ما ثمرة نادرة سيظهر الاحترام من خلال عدم تناول الهدية وابرسها في ولاية بيهار الهندية قام احد المزارعين لمنجو بيض الشمس بتركيب كاميرات مراقبة وتعيين سكان محليين لحراسة شجرة منجو بيض الشمس من نوع ميزاكي وهذه الشجرة الفريدة من نوعها في الهند عمرها 25 سنة وحصلت عليها ابنة عضو سابق في المجلس التشريعي كهدية من احد الاشخاص لتقرر مراقباتها بيهار الكاميرات فيما يقوم بحراساتها بعض السكان المحليين يشاري لان اسم ميزاكي يعود الى المحافظة التي تتم زراعاتها فيها باليابان وتزن الحب منها في المتوسط حوالي 350 جرام وهي غنية بمضادات الاكسادة وبيتا كاروتين وحمد الفوليك ويحتوي هذا النوع من المنجو على نسبة 15% من السكر اعلى من انواع المنجو الاخرى اخيرا هناك فرق بين سمرة المنجو من نوع بيض الشمس وبيض العجل فالاولى تتميز بطعم ومذاك حص ويعد مزيجا من جوز الهند والانانس وتزيد فيه نسبة السكر عن الانواع الاخرى ويزرع بعناية خاصة ولونه احمر يقوتي وشكله مستدير اما ثمار المنجو من نوع بيض العجل فلونها اخضر مع القليل من اللون الاحمر وهي متوسطة الحجم بيضوية الشكل متطاولة سميكة القشرة حمضية الطعم تحتوي على الياف ولها نكهة قوية وتباع بالكيلو